اشتركوا في القناة الممكن ان هي تتسبب في اعادة مباراة الاهلي والنجم الساحلي التونسي اللي خسر فيها الاهلي في دوري ابطال افريقيا بسبب الحكم البوتسواني الايام الماضية فيه كلام كتير جدا عن المباراة دي المباراة الحكم طرد فيها لاعب الاهلي ايمن اشرف في الديئة اتناشر وطبعا ده اثر جدا على المباراة ككل لكن فيه معلومات مهمة جدا عن مباراة رادس دي اللي هي في تونس مع النجم الساحلي وفيه سر خطير جدا جدا السر هو عبارة عن ايه؟ ان كل دولة من الدول الافريقية اللي هي عضو في الاتحاد الدولي لالفيفا بيكون منها عشر حكام دوليين يعني عشر حكام بيتمتعوا بالصفة الدولية ومن ضمنهم الحكم ده اللي قد يكون السبب في اعادة المباراة فهل تعادل المباراة بسبب الحكم البوتسواني ده؟ الحكم اللي احنا شايفينه ارتكب خطأ كبير جدا وهو لما طرد لعب الاهلي في الدقيقة اتناشر من بداية المباراة وده اثر تماما على المباراة طبعا الطرد نتيجة ان المهاجم كان منفرد بالمرمى ولكن ما كانش القرة تحت سيطرته بالكامل وهكمل بس لحضراتكم اللي هي الاسرار او السر الرئيسي في ان المتش او المباراة دي ممكن تعاد ان كل دولة افريقية عضو في الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا بيكون لها عشر حكام دوليين افريقيا فيها اكتر من خمسين دولة يعني معناها ان في حوالي خمسمائة حكم دولي ممكن يديروا اي مباراة في بطولات افريقيا او البطولات الافريقية مباراة الاهلي والنجم الساحلي في حاجتين لازم يكونوا في الحكم اللي هو لابد ان هو يدير المباراة دي يعني ان هو ما يكونش من بلد اي فريق من الفرقين يعني اكيد هو لازم يكون من خارج مصر ومن خارج تونس عشان الفريقين الاهلي والنجم الساحلي بيمثلوا مصر ويمثلوا تونس يعني اي حكام من اي دولة تانية ممكن يكونوا اللي بيديروا المباراة كمان حاجة تانية ان تمنع اي حكم ان هو يدير المباراة دي تحديدا وهي ان الحكم ما يكونش ادار مباراة لاحد الفريقين قبل المباراة دي مباشرة والحكم ده ادار مباراة اخر مباراة للاهلي في بطولة افريقيا كانت بين الاهلي المصري وكانوس بورت الغيني اللي هو من غينية الاستوائية والاهلي تفوق فيها اربع صفر كان هو نفس الحكم ده اللي ادار المباراة بالتالي الحكم ادار مباراة الاهلي مع كانوس بورت والمباراة التالية في افريقيا كان نفس الحكم والكلام بيقال يعني ان الفريد تونس اللي هو النجم الساحلي طلب الحكم ده تحديدا بالاسم انه لازم هو اللي يدير المباراة وبالتالي حتى وان كان مش هو اللي طلب الخطأ الجسيم اللي ام بي اللي هو لجمة الحكام اللي هي تخص بطولات افريقيا والليال كاف يعني ان جابت الحكم ده يدير اللقاء بتاع الاهلي والنجم الساحلي مرة تانية بعد ما ادار مباراة مباراة للاهلي قبل دي مباشرة اللي قلت لحضراتكم عليها اللي الاهلي فاز فيها اربع صفر وبالتالي في خطأ جسيم من لجنة الحكام اللي هي الافريقية لو استند اليه الاهلي الاهلي قدم طبعا قدم اوراق وسيديهات وشكاوي معينة للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية لاتظلوا من الحكم وبالتالي في انتظار القرار ولو اخد الاتحاد الافريقي والمحكمة الرياضية بكلام الاهلي وتحديدا بان الحكم ده ادار اللقاء السابق مباشرة للاهلي يبقى اكيد اكيد من المؤكد تماما ان اللقاء هيعاد مرة اخرى وبالتالي قد يكون اعادة اللقاء في تونس مرة تانية قد يكون في بلد تانية جايز قد يكون باي شكل من الاشكال ولكن اللقاء بنسبة كبيرة جدا قد يتم اعادته لان كان الحكم متحمل جدا كمان على الاهلي في المباراة دي وكان قاسي جدا لدرجة غريبة يعني خناءات وحورات وكان بيتعامل بعنف غريب وبشدة غريبة وبوضع غريب والتعامل ده اثر بكل تأكيد على نتيجة المباراة والتأثير الاكبر وهو انه طرد ايمن اشرف زي ما احنا شايفين كده مع بعض في الدقيقة 12 من المباراة نتيجة خطأ المفروض غير كامل انه هو ياخد عليه كارت احمر لانه ما كانش اللاعب مسيطر على الكرة بشكل عام ودي حاجة مهمة جدا وبالتالي طبعا كل الجماهير الاهلوية بتتمنى فعلا اعادة اللقاء مرة اخرى لان النتيجة طبعا كانت في غير صالحها بالمرة وكان المشكلة الكبيرة في المباراة دي انه ما كانش فيها تكافؤ للفرص ودي نقطة الوحيدة اللي اثرت على نتيجة اللقاء اتمنى ان المباراة تعاد كواحد مصري وكواحد اهلاوي ومشجع اهلاوي واتمنى كمان للجماهير الاهلوية كلها طبعا تسعد بنتاج الاهل ان شاء الله في الفترة المقبلة وان شاء الله يكون للفريق شأن افضل وشأن ارقى وارجو ان يكون الفيديو افاد حضراتكم وان شاء الله يكون لنا فيديو قادم باذن الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة